الجو ده ما احتاج حلويات باردة وتكون سهلة وسريعة علشان كده هنعمل مع بعض النهاردة حل اللمون البارد حل لازيز ومنعش جدا وبنفس طعم للشيز كيك بس هنعمله بدون جبنة أو بيد أو كريمة وهنعمله كمان بدون فرن حل اللمون ده واحد من الحلويات البسيطة والسهلة ما بياخدش مننا أي وقت خالص في تحضيره كمان طعم اللمون من الحاجات الفرش والمنعشة جدا في الصيف يلا بينا على طول نبدأ ونشوفها نعمله ازاي مع بعض بس ما تنسوش لو لسه ما اشتركتوش في القناة نزلوا يلا اشتريكم دلوقتي ولايك وشير لو عجبكم الفيديو هنبدأ أول حاجة نحضر طبقة البسكوت عندي هنا 150 جرام من بسكوت الشاي السادة طبعا تقدروا تستعملوا أي نوع متوفر عندكم سواء ميري أو أولكر أو أي نوع تاني تفضلوا وبنتحنوا بالكبة أو بنحطوا في كيس ونكسروا بالنشابة أو بأي حاجة تقيلة لحد قوامه ما يبقى ناعم معنا أنا المقادير اللي هستعملها النهاردة بتعمل معايا صانية مقاس من 20 ل 22 فلو حابين طبقة البسكوت تكون سميكة أكتر من كده فتقدروا تستعملوا 200 جرام من بسكوت الشاي ولازم نطحن البسكوت كويس جدا لحد ما يبقى ناعم معنا بالشكل ده وما فيش فيه أي قطع كبيرة بعد كده هنزل عليه 100 جرام زبدة وبكون مدوباها وبتبقى سيلة تماما بالشكل ده لكن في نفس الوقت بتكون بردة في حرارة الغرفة ومش سخنة أبدا وببدأ أخلطهم لحد البسكوت ما يتشرب الزبدة تماما من المشاكل اللي ممكن تقابلكو لما تعملوا طبقة البسكوت دي سواء مع التشيز كيك أو مع وصفات الحلل بالشكل ده إن الطبقة دي ممكن تكون بتتفتت ومش متمسكة كفاية وده بيكون لإن كمية الزبدة اللي استخدمتوها قليلة على العكس لو كانت كمية الزبدة اللي استخدمتوها كتير فطبقة البسكوت دي هتكون متمسكة جدا ومحجرة ومش هتقدروا تقطعوها بسهولة علشان كده مهم جدا نلتزم بالمقديرة اللي في الوصفة علشان تطلع مظبوطة معنا لما نضغط على البسكوت بأيدينا ويحافظ على شكله بالطريقة دي لكن في نفس الوقت بنفككه بسهولة بيكون هو ده القوام المظبوطة اللي عاوزين نوصله بعد كده هنحط البسكوت ده في صناية سبرينج فورم من اللي بتتفتح من الجنب الصناية دي زي ما قلتلكم مقاس 20 بس كمان تقدروا تستعملوا صناية مقاس 22 أو 24 ممكن كمان تعملوها في أي صناية عادية أو حتى في قالب بايريكس مستطيل أو مربع أنا بحب أحط ورق الزبدة في الصناية علشان أقدر رفع منها الحالة بسهولة بس تقدروا تستغنوا عنه مفيش مشكلة بنضغط البسكوت كويس بالشكل ده سواء بمعلاقة أو بكوباية المهم تتأكدوا أنه مضغوط بشكل متساوي بعد كده هندخلوا التلاجة تقريبا من نص ساعة لساعة علشان يتماسك وعلشان نعمل طبقة الكريمة هنحتاج 3 معالق كبار من النشط و3 معالق كبار من الدقيق وهنحتاج كمان 3 معالق كبار حليب بودرة ونص كوباية من السكر وهنضيف عليهم 3 كوبايات من الحليب الحليب البودرة اللي أنا استعملته هنا مش بس علشان الطعم بس ده كمان بيساعد في تماسك وسبات طبقة الكريمة وآخر حاجة هنضيف الفانيليا تقريبا نص معالقة صغيرة وهنخلط كل المكونات دي مع بعض على البارد لحد ما نتأكد أن الدقيق والنشا دابوا تماما مع الحليب والخليط مفيش فيه أي تكتلات بعد كده هنرفعه على نار متوسطة وهنستمر في التقليب بدون توقف وفي اتجاه واحد لحد قبام الخليط ما يتقل معانا بالشكل ده ولازم نسيبه لحد ما يوصل لدرجة الغلايان وتبدأ تظهر فقاعات على السطح بعد كده هنرفعه من على النار وهنضيف عليه نص كوباية من الزبادي أو الروب وهنضيف كمان معلقة صغيرة من بشر اللمون بناخد الجزء الأصفر بس ومش بنوصل أبدا للطبقة البيضة وهنضيف عليهم معلقتين كبار من الزبدة وهنقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا لحد ما يختلطه والزبدة تدوب تماما بعد كده على طول وهو سخن هنزله على طبقة البسكوت ونحاول نوزعها بشكل متساوي علشان الصينية كلها تكون بسمك واحد بعد كده هغطيها بالبلاستيك علشان ما تكونش طبقة سميكة على السطح وهدخلها التلاجة تتماسك شوية تقريبا لمدة ساعة بعد كده هنحضر آخر طبقة اللي هي كريمة اللمون أو جيلي اللمون علشان نعملها هنحتاج كوباية من الميا وتلت كوباية من عصير اللمون وغضيف عليهم معلقة كبيرة من السكر وتقدروا تزودوا السكر شوية لو حبينها مسكرة أكتر من كده وهضيف كمان معلقتين كبار من النشا وشوية صغيرين خالص من لون الطعام الأصفر وتقدروا تستغنوا عنه لو تحبوا وهنقلبهم كويس مع بعض على البارد لحد السكر والنشا ميدوب تماما بعد كده هنرفعهم على نار متوسطة وكمان هنستمر في التقليد بدون توقف لحد قوام الخليط ما يبدأ يتقل معايا بالشكل ده مهم جدا ما نتسرعش ونشيل الخليط بسرعة لازم نتأكد ان نوصل لدرجة الغليان وبدأ يعمل فقاعات على السطح في الوقت ده بتكون طبقة الكريمة اللي حضرناها بقت متمسكة شوية لكن مش بشكل كامل هنشيل البلاستيك وهنزل عليها كريمة اللامون قوامها بيكون أخف شوية وده لأن ارتفاعها مش هيكون كبير فهتتماسك بسهولة أكدر وكمان هنوزعها بشكل متساوي بالطريقة دي وهندخلها التلاجة لحد ما تتماسك بشكل كامل هتحتاج معاكم مش أقل من أربع ساعات ويفضل كمان لو نسيبها ليلة كاملة في التلاجة بتقدموها زي ما هي كده أو بتزينوها بأي حاجة متوفرة عندكم يعني ممكن تستعملوا شوية من بشر اللامون أنا هنا زي انتهى في شرايح لامون وشوية نعناع أخضر ريحة اللامون مع النعناع خطيرة كان عندي كمان شوية وردات صغيرة من عجينة السكر شكلها بيكون حلو قوي يعني كأنها لوحة فنية ورق الزبدة كمان ساعدني أني أقدر انقل الحلة بسهولة من الآلب بدون مبوض شكله بصوا قد إيه شكلها جميل وطعمها كمان قريب قوي لطعم للشيز كيك رغم أننا ما استعملناش جبنا خالص قوامها مظبوط جدا وطبقة البسكوت بتتقطع معانا بسهولة بدون ما تتفتت كمان طبقة الكريمة متمسكة جدا والثلاث طبقات متمسكين مع بعض يعني مش بينفصل بسهولة بصوا قد إيه قوامها كريمي وحلو جدا ونكهة اللمون كمان خطيرة في الوصفة دي بجد يا جماعة دي واحدة من ألز وصفات الحلة البارد اللي ممكن تجربوها وتعتبر بديل اقتصادي للشيز كيك أتمنى تجربوها وتقولولي رأيكو في الكومنس وما تنسوش لو عجبكو الفيديو تعملولو لايك وشير أشوفكو على خير في فيديو جاي إن شاء الله باي باي